هل تحب نبدأ بي نبدأ بالأهلي؟ نعم، هل ستة هداف؟ يعني الستة هداف ما تعبرش عن المباراة برضي يعني يعني شايف الأداء كده يصالح الجمهور بعد ما كانوا زعلانين الموشل نتيجة مرضية للجمهور، لكن الأداء مازال بعيد طبعاً احنا في بداية موسم، وده تلاحظوا بكل الفرق باستثناء الزمالك الزمالك كان لماسك نفسها على اعتبار الناوي واخدر حيطة بقالها فترة، والرجل شغال عليهم بشكل مباشر فعشان جدا الزمالك خلص مهمته بدري وبنتيجة مرضية برضو أربعة وكسبان هناك فنتيجة بالنسبة له أكثر من رائعة الأهلي برضو نتيجة أكثر من رائعة لكن المستوى غير مرضي على اعتبار أن احنا في بداية المشور مستوى يمكن في الشروط الأولاني ما كانش عاجب الناس لكن في الشروط الثاني اللعب اختلف اللعب اختلف لأن النتيجة اختلفت نتيجة اختلفت، فخلاص الموضوع فتح بقى بتاخد شكل تاني مستوى الأداء هو اللي الناس ألقان منه حتى في باقي الفرق الأخرى لأن الموسم لسه بدأش فبالتالي هما بدأوا الموسم بدري بأفريقيا الموسم المحلي هيبدأ يوم 25 من بكرة إن شاء الله فأمر طبيعي جدا أن الفرق كلها عندها حالة من عدم حساسية الملعب المبكر خصوصا الاحتكاك أفريقي أين كانت دور الـ 32 فالفرق الأفريقية قوية يعني حتى لو بتشارك لأول مرة أو أو ملهاش رصيد في القرى الأفريقية من النتاج الكويسة لكن بتعمل موشيات كويسة وعندها حالة قوي وعندها لعيبة كويسة وهم أخذوا الأمور بجدية وإحنا أخذنا الأمور بثقة أكتر على الاعتبار إن إحنا أبطال قرى وأبطال أفريقيا بشكل دائم فبالتالي طولت توقيت الأهداف وطول إن الأداء مكانش مرضي أو مقنع للناس بشكل كبير جدا حتى إن جمهور ناد الأهلي نفسه قال يا جماعة إحنا مش عايزين مسيماني يعني كده بنبعد بقى لنا فترة ونسمع من جمهور ناد الأهلي إن هم بيقولوا فعلا إحنا مش محتاجين مسيماني خلال الفترة اللي جاية لأن الأداء معاه مش أفضل حاجة وهم تعرفين جمهور ناد الأهلي طبعا بيضار على الأداء والنتيجة في نفس الوقت